محمد علي خير على الراديو 9090 هذا البرنامج برعاية البنك الاهل المصري كل المصري على المصري حرام خلوا بالكم من الاشعاعات والشائعات الفترة دي اعرفوا ان احنا بنا ناس رؤوس فتن شياطين انس وعرفوا ان كل جسد المخابرات العالمية اعداءنا موجودين دي فرصة عمرهم خلينا نكون حذرين بذكركم بتلفون البرنامج كلموني من اي تلفون على رقم 26 21 98 66 بعتوا رسائلكم على 19 09 وبشرفني فيه الستوديو الدكتور خالد حنفي امين عام حزب الحرية والعدالة الزراعة السياسية لجماعة الاخوة المسلمين في بداية سلسلة حوارات مع مختلف القوة السياسية والفصائل عايزين نسمع كل الاراء ويا رب هذا البرنامج نخلص منه الى رؤية وكون مصر خرجت من مأذقها الحالي اهلا بك دكتور خالد اهلا بك يا سيديو بجمهورك الكريم وزاعتكم اهلا وسهلا خليني ابدأ معاك بالمقدمة تعليقك هي على ما جرى امس من قتل اربعة من المصريين المسلمين اه على يد مصريين مسلمين تعليقك على المسبح يعني بالاضافة للكلام اللي حركت افضلت بيه وبيان الرئاسة ومجلس الوزراء بادانة هذا الامر ودفع الاجهزة المعنية للقبض والتصد السريع لمثل هذا الامر يعني انا مش همشي في سكة الادانة لانها يعني منتهية وامر محسوم وغير مقبول انما انا عايز يعني استثمر الفرصة واراجع كده مع المشاهد ان دي مش ثقافة مصر ولا روح مصر ولا سلوك المصريين بصفة عامة واحنا كمصريين يعني يعني جي علينا وشفنا وامننا وعصور وثقافات ولغات وتبدل وتنوع من اول الفرعنة للرومان لليونان للعصر القبطي للعصر الاسلامي وكان فيه سهولة في الانتقال وفي التبادل وفي احترام الاراء وعمر ما شفنا مثل هذه الحوادث اذا هذا الامر خارج عن ثقافة المصريين هذا الامر بايدي خبيثة عابسة هذا الامر خارج عن سلوكنا الطبيعي هذا الامر مش ثقافتنا ولا ده حتى يعني انا عايز اقول لحضراتك حاجة ان مصر جاء عليها محتلين يعني شوف المحتل ازاي وازاي الواحد يبقى شايف المحتل ده بشكل يعني يعني شايف ان هو يعني الضيم والظلم ومشاعر الحرية اللي بتعتمل في نفسه ما حصلش فيه يعني نوع من القسوة في العقاب بهذا الشكل يعني ما حصلش مع المملك الان ان احنا نبدأ نكون بدأنا في انشار الدماء بين المصريين لا لا مش الان في ظل اجواء الاحتقان السياسي الموجودة لا مش الان لان الثقافة العميقة المصرية هي ثقافة المسلمة ثقافة الحب ثقافة التسامح ثقافة قبول الاخر دي كل دي يعني اشرة موجودة بيغزيها الاحتقان تغزيها ايدي عابسة يغزيها وسائل اعلام زي ما حراك تفضلت يعني ممكن بتشعل الامور بتزود الاحتقان مش عاقلة مش منصفة يعني وجد نظر كأنها حادثة عارضة وما يعني وما يعني ومحاصرتها ممتاز زي ما حراك قلت كده ان نحذر الناس ما تنزلقش ورا هذا الامر الناس زي ما حراك بتقول ان يعني طب انا ما فكر كده حادثة زي دي وانشقاق المجتمع المصري وبزرة الخلاف اللي موجودة فيها ويبقى بأسنا بيننا شديد انا اقول كده اول المستفدين من حاجة زي كده على الونا الاول والاخير اسرائيل يعني هولي غير كده يعني اذا كان في انقسام وبقى فيه ظواهر والانقسام معناها بوادر ضعف وانقسام يعني عدم استقرار سياسي انعكس على الاقتصار الاقتصادي وكلام زي كده اول المستفدين بصراحة من مثل هذه الامور هي حاجة زي اسرائيل هتوقف مع الدكتور خالد حنفي ضيف اليوم امين عام حزب الحرية والعدالة هقرى بسرعة عدد كبير من الرسال ثقة في الجيش المصري عمياء واسق ان الجيش سيسيطر على تلاتين ستة ولو فقدنا الثقة في الجيش البلد دي هتقرب ما هو السر في تكالب الاخوان على محور قناة السويس والسقوك تغير شيخ الازر وعجزهم في التعامل مع الدول العربية ده سام السعيدي ده جزء من الرسالة يا ريت تبعاتلي الرسالة كاملة يا خير انت راجل وطن فعلا وهذا من رؤيتنا فيك تحية حب للابد رسالة للرجل وطن الدكتور كمال الجنزوري الله يخرب بيت الاخوان ده صبر يوسف ده تقريبا بقى لما عرفوا ان عريضك ضيف ولا ايه بس كل رسالة بتيجي وده بما فيهم شتمت بالمناسبة يا وستاذ خير اسرائيل بتخطط لاعلان الحرب واحتلال سيناء خلال مظاهرات تلاتين يونيو لا انا تقديري بل ثقة العمياء ان جيشنا الوطني عارف ده وعنده المعلومات اللي تخليه يوئد مثل هذين المخططات اسأله المسلمين اللي كانوا في الستاد ده سام السعيدي والستاذ خير بكرة جلسة الطعن على انتخابات الرئاسة هل لو تم الحكم لصالح شفيقة تبكر الحكم انت بده خلي كده في جدل قانوني وفي اراء النهاردة قالها المستشار الجليل طرق البشري له وجهة نظر يعني بيقولك ان لا يجوز انعقاد هيئة اللجنة الرئاسية مرة اخرى بس ده جدل مش وقته او مش في صميم حلقة النهاردة انا فكرت بليلة خير وانا مع نفسي في البلكونة وده معت عينها على مصر ده سامح مصطفى من قتل المصريين الشيعة في النار وبئس المصير وعلشان الاخوان وجبة الانقاذ يرتاح وده اهبد الله يبرك لك التراجل زي العسل اين الامن اين الامان اين العقلاء من الامة او الله والله انت بتسأل السؤال الصحي البلد استاذ محمد لنا ولقى الله اين بيان الرئاسة من جمعة لال العنف البقاء لله في مصر واسمه مصر اللاته ضرب عشوائية وغباء وفشل مصر قبل 25 مصر قبل 25 قليل قوية لان كان فيها رئيس وزعيم قوي شرف مصر في كل العالم حزبونا الله ونعمة الوكيل انت بشواخد بالا يسلم بقك وعقلك ربنا يحمي مصر دكتورة ايمان يا خير ربنا يحمي ام الدنيا مصر وحشيتني بالا دي ده شرف اه انت بشواخد بالاك ان الدموقراطية المصرية غير الدموقراطية العالمية لم تكن هزي الجمعة سببا فيما حدث هتوقف عند كده وحاخد اول اتصال تليفوني استاذ عماد اتفضل استاذ عماد اتفضل ووطي بس صوت الراديو اتفضل اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك ايوه ايوه سامح حضرتك سامعني اه سامعي ايوه سامعك اه اه احنا في عيدنا اه اكمل اه الخط قطع معك خلاص انا خدتها منك يا عمدة اننا تعبنا طيب الله خص كويس اه هارجع لضيفي في الستيديو امين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة دكتور خالد حنفي لو في تعليق سريع لحضرتك على بعض الرسائل اتفضل يعني اه خلينا اقول الروح العامة ان اه يعني ان احنا دايما اه يعني امالنا اه في ربنا كبير وثقاتنا في نفسنا كبيرة احنا كمصريين وان احنا عدينا مواقف صعبة اكتر من كده بكتير وتقلبت علينا الامور اكتر من كده بكتير وما فقدناش ايماننا بنفسنا ولا بوطنيتنا ولا بخلقنا وان احنا يعني نوري الناس جزء من الامل ودي يعني الاعلاميين بشكل خاص اه نوريهم جزء من الامل ونبص للبوادر الايجابية اللي تكون موجودة ونبني عليها بدل ما نحبط الناس وناخدهم في طريق ليه مفيش منه راجع يعني وانك انت يعني كلمات مثل البقاء في الله في مصر ومصر راحة على فين ومصر ضاعت ومصر انتهت يعني هذي الكلمات لن تفيد في شيء ده بالعكس احنا نقعد يعني هو انت يعني حسد باليأس فعايز تحسس غيرك باليأس عشان يقعد ويبطل تفكير او يبطل توجيه او يبطل ان هو يشوف طريق صحيح يجمع به او قلاء الامة ويدفعهم على الطريق الصحيح لا احنا ما نصدرش يروح اليأس باي شكل من الاشكال بس عارف هي وجهة نظر بعض المواطنين بتجيلك يعني ان الناس عايز انا بكلم المواطن يعني ويمكن الحديث الشريف اللي يقول لك من قال هلك الناس اللي هو بيقول الناس راحت الناس انتهت فهو اهلكهم يبقى هو اكثر الناس هلاكا فهو وبيقول اذا قامت القيامة وفي يدي احدكم فسير يعني في ايده شجرة صغيرة يزرعها يعني حخرج من قلب هذا الاستشهاد الديني وسؤال مباشر لدكتور خالد حنفي امين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة لماذا وصلنا الى 30 يونيون اه يعني تقصد حشد يعني اه حشد احنا عندنا اسمة اه سياسية عندنا احتقان سياسي عندنا انقسام انتهت الى انه هناك دعوة سواء بقى لقد كبير كبير لقد كبير قليل بس الناس كلها متوقفة ومنتظرة 30 يونيو السؤال لماذا اللي وصلنا ل 30 يونيو هو يعني فيه امرين يعني يكون ان فيه حشد وفيه معارضة ده شيء ما فيه مشكلة يعني يكون ان المعارضة ترى ان فيه اخطاء في الحكومة وفي الرئاسة وكلام زي كده برضو ده ما فيش مشكلة كون انك تعبر عن الموضوع ده باحتجاج او بتظاهر سلمي او باعتصام برضو ما فيش مشكلة انها تغير الاحتجاج السلمي تغير المعارضة تغير روحها تغير رأيها بدل ما هي معارضة واعية تواعي الناس وتوجههم الى صناديق الانتخابات لا هي عايزة تزوء الناس ناحية احتجاجات تتجاوز الاحتجاج السلمي تتجاوز الرأي والمعارضة واتدخل البلد في نفق مظلم من العوم فهي دي المشكلة هو ده القلق عند الناس انما الناس لم تكن قلقة على الاطلاق باي احتجاجات سابقة الناس لم تكن قلقة على الاطلاق الصورة من ساعة ما قامت حتى الان السنتين ونص دول حصل فيهم عدة مليونات وحسة احتجاجات وهنا وهناك انما الامر الان اصبح هناك معلومات يعني شبه واضحة وصريحة وتواطر انباء ان هذا اليوم هيكون يوم عنف يوم يعني تدمير يوم ملتوف فلذلك الناس الان ومن حق الناس تبقى الان ده معلومات وصلة لحزب الحرية والعدالة طبعا حلقة اعطتوها للجهات الامنية المختصة طبعا في البعض بيارى ان دي محاولات من الحزب الحاكم او الطيار الاسلام السياسي اللي تخوف المصريين انهم ما ينزلوش في اليوم ده لما تقعدوا تقولوا ده فيه عنف ده فيه ملتوف ده الكلام لا يعني انا لو فيه انسداد سياسي كنت هبقى خايف من حاجة زي كده انما انا بقول يعني اذا كان عدد كبير من الناس ليه مطالب انا احترم هذه المطالب واذا كنت انا مش قادر اتجاوب معاها طب ما انا عندي افق سياسي في انتخابات ما هو لماذا تأتي الانتخابات للتغيير لماذا تأتي الانتخابات ليتكلم الناس ويتحوروا ويقولوا رأيهم ويغيروا حكوماتهم ويغيروا رؤسائهم انما ما جعلت الاحتجاجات ولا العنف وسيلة للتغيير البلاد بتتقدم بتتقدم الى الامام هتوقف علشان هطلع عليه اداني العصر بس قبل اداني العصر فكر حضرتك في اجابة عن هذا السؤال السؤال بيقول وهو سؤال اجباري هو ليه حزب الحرية والعدالة وطيار الاسلام السياسي المناصر اللي رأيتكم رأيها شايف ان اللي نزلين يوم الحد دول قوة سياسية معارضة ليه مش حطين فرضية ان فيه شعب ينازل ان فيه قطاعات من الشعب ان فيه مواطنين نزلين بيعبروا عن رأيهم هتوقف امين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة عندي بس كام رسالة بسرعة هضمها مع بعض بيقولولي انت من اول ما بدأت البرنامج ده وكل يوم عملت جوب ضيوف وانت ضيوفك كترت يا خير وبقيت بتنفض لرأي الشعب ولازم تديله بساحة احنا نتكلم حاضر رغم ان انا والله كنت بس اضيف برضو ضيوف في المحطة التانية لكن بكرة انا فتح معك ومبرح كنت فتح معك ومكانش معايا ضيف يا عم خلاص نقضيها معاكو على طول بكرة وبعدو بس دي بيبقى لها ترتيب والله في الحلقات معديش مشكلة طبعا ويشرف لي وهرجع لضيفي في الستوديو الدكتور خالد حنفي امين عام حزب الحرية والعدالة جماعة الاخوة المسلمين وكنت بسأله قبل الفاصل بقول له هو انتوا ليه شايفين او طيار الاسلام السياسي اللي نازلين يوم الحد دول قوة سياسية اه الى اخره ليه مش حطين فرضية ودي حقيقة انا اراها ومقتنع بيها ان في قطاعات من المصريين من الشعب هينزل يوم الحد يعبروا عن دقهم عن غضبهم عن فشل اخوان في ادارة البلاد دي حياة سياسية بعد الثورة ما بقاش بقى في حد يحجر على حد تعليق حضرتك استاذي اولا يعني انا استثمر هذه الفرصة يعني علشان احط الصورة الحقيقية ان انا باسم الحرية والعدالة بقول له ان اي معارض احنا بنحترم احترام كامل واي رأي احنا لازم نسمع له ونفكر فيه ونشوف دواعيه واسبابه واي متظاهر سلمي يعني غاضب او حانق او عاتب او اي شكل من الاشكال دي يلجأ للوسائل اللي كفالها القانون والدستور في التعبير عن رأيه واحتجاجات وله كل الاحترام وانا بقول له وله كل التقدير ولو اقدر احميه بنفسي انا هحميه بنفسي انما المشكلة بتيجي من اما هي المشكلة مش من هنا ولا مشكلة من قطاعات الشعب اللي عايزة تعبر عن ضيقها اللي انا بأشاركها في هذا الامر انا بقول له انا بأشارك قطاعات الشعب في التعبير عن ضيق عن بعض الامور ان في امور مش بالقدر اللي احنا كنا متوقعين او مش بالسرعة اللي احنا كنا متوقعين الظروف اللي احنا حوالينا والظروف اللي احنا بنشتغل فيها واستلام الدولة بالسلوك اللي كان ماشي قابليها خلى الناس مش راضية طيب ماشي يعني ما فيش مشكلة في كل الكلام ده إنما المشكلة إن خبراتنا السابقة للدعوة لمثل هذه الأمور كانت دائما مختلطة بالعنف أو ممتلقة بالعنف أو بادئة حتى أو بالعنف أو تنتهي بالعنف يعني مشاهد حرق عربيات الشرطة ومهاجمة سميرة ميز وكر وفر على الكورنيش وقلب العربيات وحرقها في مدان التعريق كل المشاهد دي إحنا ما نحبش نشوفها خلينا نتفق على رأي وسط بلاش تبقى قراءنا متطابقة أنا مش حريص على كده مفيش إنما خلينا نقول إن بلدنا غالي علينا كلنا بنحبها إن لو حاجة تحرقت أو حاجة تكسرت أو مبنى اقتحم أو هددت حريات شخص أو منشأة عام أو حاجة زي كده كل ده بندفع من أموالنا ومن فلوسنا وبنرجع خلينا نتفق بشكل تاني دكتور خلينا نتفق وعايز تعليق اللي نزلين يوم الحد دول قطعات من الشعب المصر تتفق أم تختلف ما فيش مواطم مصري هيقبل يعمل عنف أو يضرب أو يقتل أو يعمل أنا بكلم على الشعب المصري المسالب في بقى أطراف خارجية داخلية في أطراف جوه الشعب المصري يعني عملت العنف ومارساته وإحنا شفناه في كل الممارسات السابقة كل الدعوات اللي كانت قبل كده وكنا بنقول يا جماعة يا إخوانا يا زملائنا يا شركاءنا في الصدر يا زملائي المعارضة هذه بقايا النظام السابق بتستخدمكم كغطاء سياسي لممارسة العنف وتصدير العنف إلى المجتمع بس الشعب لا يستخدمه أحد محنا نقول نوعي والله يخرج قادة المعارضة الآن أنا لا يؤلمني على الإطلاق الخروج والإحتجاج السلمي ولا متداق منه ولا عيز عطله يخرج قادة المعارضة الآن يقوله كل تجاوز يجب على زي ما حرك قلتلي كده في أول الحلقة يا دكتور خالد رأيك إيه في قتل الأربعة من الشعب قلتلك البوليس يضرب بقوة وبحسم وبالقانون ويقبض على اللي عملوها دي مبارح ويحولوا فبرضو قادة المعارضة يخرجوا يقولوا إن إحنا لا نقبل العنف ولا نشجعوا وكل من يخرج على السلمية اللي بيخرج على السلمية لعلى الفكرة ده ده بيسيق للمعارضة وبيقلل من رصدها لا أنا رأيي إن المصريين واقطعات من الشعب وعرف أسر كاملة نزلة بترفع مطالبة في الميدال لرئيس ممتاز ممتاز له كل التقدير عندي حدثين حصلين مبارح عايز أخذ تعليق حضرتك عليهم بصفتك ممثل لحزب الحرية والعدالة وحضرتك بتشرفني وقعد قدام النهار الأولى كيف قرأ حزب الحرية والعدالة تصريح الفريق عب فتاح السيسي أمس اللي قالوا مبارح أنا قرأت إن ده يعني قلق في إحدى المؤسسات الوطنية اللي موجودة والقلق ده يعني ناتج عن معلومات وناتج عن أمور حقيقية موجودة وبتصل إلى قيادة القوات المسلحة ويعني القيادة القوات المسلحة عودتنا دايما أنها تقف بجوار الإرادة الشعبية أي أن كان اللي يتمثل في الإرادة الشعبية والقلق ده كان في دفع للأطراف أنها يعني تتوافق أنها تتحاور أنها يعني تنزع في تيل الأزمة وأنا مع هذا الكلام وأتعاطى مع هذا البيان بشكل إيجابي يعني لم يحدث أي قلق داخل حزب الحرية والعدالة أنه اعتبروه بصورة أو بأخرى دي تصريحات يعني تتسم بالحساسية خلينا أقول لحضرتك لو في وقت غير الوقت اللي إحنا فيه ده يمكن يبقى فيه ألأ إنما أنا الآن واحد بيرفع مبادرة شريفة نبيلة للحوار آه للحوار وأنا ده متفق معايا يمكن في وقت تاني أختلف طب ما هو رفحها قبل كده من ست شهور والرئاسة قالت له آآ لا لا ما هو أصله هو خلينا أقول الحاجة يعني خلينا أقول أن يعني آآ أن إحنا من منجزات الثورة بشكل صريح وواضح أن الجيش يبقى بيحمل حدود وله مكانته وله احترامه وجيش وطني وأنه لا يدخل في شد وجذب السياسة طب شمعنا وفقته على مبارح على طرح مبارح لأن أنت الوقت أمام دماء المصريين اللي أنت مشكوك أنه ممكن يوم تلاتين ستة يبقى في دماء أنا الوقت أمام حالة أكيوت حالة حدة لا أملك الآن أن أنا أمام هذه إنما لو تحولت إلى حالة مزمنة أن الجيش وظيفته أنه يجمع الناس للحوار أو يتدخل في السياسة لا يقبل هذا ولا الجيش حتى يقبل حاجة زي كده إنما أنا بقول أنا قدامي هدف مرحلي يقي ويحقن دماء المصريين في يوم تلاتين ويطمئن الناس في البيوت وفي القرى وفي المدن أنا مع الكلام ده وتبطعط معاه بشكل أن دي أمر حد وطارق ولا يتكرر دكتور خليط حنفي دكتور محمد البلتاج القيادة بحزب الحرية والعدالة الكلام عدد كبير جدا من المصريين اعتبره إساءة اليوم ولجيشهم عندما ذكر الجيش بهزيمة 67 اللي جاب ده في ده انت طالع تتظاهر تدعم رئيس الجمهورية الخارج من حزب الحرية والعدالة على عين وعن رص ايه اللي جاب الجيش المصري أنا لم أسمع الحياة تصريحاته ده انت حررت تكلمه يعني استوسق منه إنما بشكل نعام انتصار الجيش المصري هو انتصار لنا كلنا وهزيمة الجيش المصري هي هزيمة لنا كلنا فلا يعقل إن يكون في عاقل إن هو يعني يبقى فرحان أو شمتان في هزيمة الناس اللي ماتوا في 67 دول هم أخواتي وإخواتك وولادي الشعب المصري خلينا نسمع أنا لا أظن أنه الدكتور البلتاجي يعني لا أسحرك قلت قلت ما أسمعتوش شي بخلص أنا ما كملتش بقى لا 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 مش ممكن يكون قلبي المعنى ده يعني وقال بس خليني أخذ ولاقة التليفون تفضلي ولاقة مسائل يا سيد محمد على سيد 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 ومرة لفاجئة قبل كده وما حققتش نجاح للتصال أشكرك مرة واحد دعني حضرتك على المكان الجديد سريفان الجديدة ربنا يجعله مكان خير على حضرتك وخير عليهم برضو حنيهم برضو ولا علينا وعليك يا فاندوم سياسة لا هني 90 برضو بقضر كبير طيب أنا بقولي حقيقة عن ناس سياسة حياتك صوت بقدر كبير معقدل بتوازن بين الاجراء السياسية يا ربك هو السياسية تشوفني كده أتمنى يا فاندوم علي علي شفوك ده من الناس شايفات لأن احنا الناس العادية هي وأنا يهمني الناس أكيد يهمني الناس فضلت نين بس هو النمر اتنين عندي تعليقين لضيف حضرتك دكتور خالد حنفي قيادة بحزب الحرية والعدال فضلت أهلا وسهلا بي يا فاندوم أهلا بيكي أهلا وسهلا بصفة عامة بس هو السؤال بصفة عامة بصفة عامة على اعتراضات أو العنف اللي بيظهر في المظاهرات ونحن بي دايما أنه عادة لما تبقى المظاهرات طارة من الشعب ما بيضعوش هم البديئين بالعنف مظاهرات الاتحادية اللي طلعت ونجيكت أول مرة منزل المظاهرات لما السائد رئيس إعلان الدستوري الثاني اللي حصن به قراراته كاملة ضد أي قانون وضد أي اعتراض أنا من الناس اللي منزلتش أيام المظاهرات اللي فاتت ولا أيام الثورة أنا كنت أول مرة منزل لأن أنا حصيت أن أنا بتضرب على أفاية أنا مختار الناس اخترت رئيس الجمهورية أنا شخصها ما اخترتوش ولكن ارتبط رئيس صندوق رئيس الجمهورية كان بيحفن نفسه كنت أول مرة أنزل مظاهرات ما كناش البديئين بالعنف السؤال على حد جماعة الإخوان المسلمين باعتراف واحد منهم من قريبي قال إن هم طيب اديني السؤال عشان أسأل سؤال مباشر السؤال مين اللي قال حضرته لما بتبع المظاهرات نبعا من الشعب قبل كده عيال خمسة وعشرين يناير لما ما شاركتش فيها وناك كتيرا ما شاركتش فيها آآ ما كانش فيها قادر العنف إلا لما دخلتها قوة سياسية أخرى وفي نفس مظاهرات الاتحادية لما الناس نزلت قالت ارحل لأن حفا نفسه بالقرارات برضو بدأت إخوان المسلمين بالعنف السؤال وصل يا ولاء خليني بقى أعصيقه لدكتور خالد يعني شكرا يا أستاذ ولاء هي بتمسي بتمفي آآ آآ صفة العنف عن الشعب المصر اللي ما بينزل يتظاهر وبتديلك دليل بالتمنتاشر يوم اللي كانوا في مدان التحرير ما شفناش أي حادثة عنف خليني عشان ما خشش يعني ايه في شد وجذب ماضي خلينا نبني على المستقبل مش كلنا متفقين أن العنف ده يعني ولا من أخلاقنا ولا من سلوكنا ولا من مصريتنا ولا من وطنيتنا نعم خلينا احنا كلنا الوقتي نخرج يد واحدة ده الحد الأدنى اللي نتفق عليه يا جماعة حق التظاهر السلمي مكفول بالقانون والدستوري يا جماعة الشرطة لن تكون أداة في يد أي سلطة أو نظام يا جماعة ما حدش يخرب ولا يقتحم منشأة ولا يتجاوز حدود التعبير السلمي عن رأيه خلينا نتفق على التلاتة دول ونأكد عليهم ونكتبهم في ورقة وننضيهم ونسميها أي وثيقة من الوثائق علشان نعدي يوم تلاتين إن شاء الله وإحنا مطمئنين خلينا نرجع لحاجة حصلت مبارح كمواطن اندهشت كمواطن بقى سواء بنتامل طرف إخواني لبرالي بس يعني لا تعليقوا على أحكام القضاء تعلمنا كده تلح حكم مبارح من محكمة مستأنف الإسماعيلية جنح جنح وحضرتك تعرفه مبارح ده مجاله جدل قانوني يتعلق بإلزام النيابة باستدعاء الأربعة وثلاثين اللي هربوا من السجن ودي النطرون ما فيش حاجة قالت في الحكم استدعاء قالت تحويل للنظر فيما المعلومات التي تطرقت إليها المحكمة أثناء نظر القضية بس وذكرت وطلبت ما ذكرت انتربول ده انتربول ده علشان خطر بتوع اللي هما قالوا ان هما من حماس وحزب الله بس والمحكمة نسبت بشكل مباشر ان حزب الله وحماس والإخوان المسلمين طوله على وضع النطرون بص انا مش داخل في الجزئة دي حزب الحرية والعدالة ليه طلع علق على هذا الحكم واحنا امتى بنعلق مش مفروض الحكم هيطلع على النيابة او النائب العام وانتو هيبقوا ليكم ممثلين قانونيين يدفعوا بالدفوع ينفوا يعملوا طيب خلاص انا مش هعلق على الحكم لا انا متوقف امام حزب حاكم بيدلب دلو في مثل هذه في بيان رسمي؟ امبارح اه حصلت تعالي لا مفيش بيان رسمي من حزب الحرية والعدالة يعلق على حكم قضائي ما حصلش يا فانتو لم يحدث بيان رسمي انما الناس دلوقتي بتتكلم والحقيقة ان الحياة السياسية بعد الثورة يعني خالفت اعراف وتقاليد كتيرة فالقضاء موجودين والمستشارين موجودين في الفضائيات على الهوى واراءهم مرة تبقى شمال رد فعلي حزب الحرية والعدالة هتعملوا خلاص انا مش بعض هتروح للنائب العام اه نروح الورق للنائب العام انما خلينا مش الاصل اننا لا نعلق على الاحكام ها انا الان هو ارجع الى الاصل وبالتالي نرفض اي تعليق حزبي من حزب الحرية والعدالة او جماعة الاخوال انما دعني اقول لحضرتك زي ما انت بتطلبني بعدم التعليق طب ما هو فيه ازاعات كثيرة ووسائل كثيرة واناس كثيرين وقضاء وناس مستشارين في الهيئات القضائية كتير خدوا هزو الحكم لدرجة ان حضرتك هوا بتقول انها امرت ان الاربعة وثلاثين دي تستنعيف وهذا اه وهذا لم يتم يعني انا سمعت الجلسة بالتفصيل طب سمعتها هو اه طبعا سمعتها بالتفصيل طبعا اه وانا علقت انا قزم انتها حكم قضاء اه يروح قالت ايه في الحكم اولا قالت ان الموضوع ده يعني قالت برأت المتهم اللي اسمه عاطية اللي هي القضية بتدور حوله بشكل اساسي انما الناس وسائل الاعلام واللي عايز يتناول القضية بشكل سياسي سابوا القضية الاساسية واتجهوا الى شيء اخر طب ايه بقى اللي دفعهم انهم يتجهوا لشيء اخر ويلقوا عليه الضوء ويركزوا عليه الاحداث والدباجات وكلام زي كده خلاص ده تناول سياسي للحكم انما الحكم في حقيقته الراجل قال كده قال ان ماتوا دول اثناء الحكم اكبر من المحكمة الجنح فحولوا للناب العام وها انا ذا موافق على هذا الموضوع ويتلب من نائب العام التحقيق القضية تتعلق به الهروب وبراءة المتهم اللي اساسي في القضية يكيد براءته يعني بس في وقرة عند عدد كبير من المصريين ان هناك عناصر خارجية دفعت الى مصر اثناء الصورة جناير وقامت بالاعتداء على السجون وتهريب سجناء يعني ده في كم سجين في مصر هرب اثناء الصورة كم سجن كم فيه فوق السبعتاش تبعتاش يعني اصدى عدد كبير يعني طب ليه بقى حكاية ودن نطرون وربعة وثلاثين ما احنا قلنا دي بقى هنشوف النيابة ما هنشوف النيابة طب ما نبص في كل السجون شكلها ايه ونشوف البطران في الفيوم حصل في ايه ونشوف الاسام حصل في ايه يعني اصدى هو مش تعليق الحقيقة هو بيبقى رد على وسائل الاعلام هي وسائل الاعلام التناول السياسي بتاع بعض وسائل الاعلام على فكرة لان فيه تناول منصف وعادل لوسائل الاعلام كثير منها وده انا احترم وقدره واجله وده دورهم يكشفوا يبينوا الحقيقة يحط الامور في ميزانها الصحيح في حجمها الصحيح دون تهويل ولا تهوين ده على عيني وراسي ده انا احترم وققوله حتى لو كان مخالفني في الرأي ده انا عايزه ده بقاءه ده سبب حياة ليه وليه انما فيه ناس بتركز على امور طب انا هقول لها حراك حاجة انا مبارح كنت في اجتماع اماناء المحافظات واحد المحافظات في حزب الحرية والعدالة جالوا تليفون من ابن أخوه بيقول له ده فلان الفلاني احد يعني القيادات الكبرى في البلد خد سبع سنين سجن قال له ازاي قال له اول محكمة بتاع اسم عليها قالت كده فطبعا عندي عندي دكتور خالد حنفي قبل الوقت ما يسرقنا امين عام امين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة عدد من الأسيل عايز عليها اجابات سريعة السؤال الاول جايلي من مستمع لما الاخوان على ثقة من انفسهم هما ليه خايفين من اجراء انتخابات رئاسية مبكرة لانه هو مش امر قانوني ولا دستوري بس وانه هو لو امام ارادة انا بقوله هناك رغبة رغبة عند بعض قطاعات من الشعب او المعارضة باجراء هذا الطلب طيب وفي رغبة اخرى بعدم اجراء هذا الطلب الفيصل ايه الفيصل لا ثانية واحدة بس هناك دستور تم الاستفتاء عليه طيب انا بقوله اللي واثق من نفسه ومع ملايين الاصوات ويستطيع انا بقوله طيب ما تخش الانتخابات البرلمانية القادمة اللي هي قانونية ودستورية اللي كلنا متفقين عليها واخد بالك ما تخش فيها ولماذا تصر على امر هو خارج نطاق القانون والدستور وقل لي مسيلاته حصلت فين في العالم وانا هقول لك رولان بتاع فرنسا او اوباما بتاع امريكا بتعتصاعت شعبيته اللي جابها خلصت الوقت خلوه طيفق دكتور خالد حنفي لم يجاوب على سؤالك الاول لماذا وصل ببلدنا لتلاتين يونيو شوف الناس سامعينك او ما انا بقول لحضرتك يعني انا تلاتين يونيو دي انا ما عنديش مشكلة اذا كانت معارضة اذا كانت رائي اذا كانت مطار بس هيئة الاجواء بتقوله احنا امام موقف حد طب من اللازي من اللازي يهدد بالعنف مدام كده حضرتك لا مفيش اي اعلان على ان يوم الاحد طب خلاص خلينينا نتفق على كده يعني انت طب خليني اقول لحضرتك حاجة انت هل كنت متوقع يوم واحد وعشرين ستة في المليونية السابقة هل كان حد قلقان منها لا ليه بقى محدش قلقان منها وانتوا ليه قلقانين من خلاص لا انا مش قلقان اه انا بقول لحضرتك احنا تحملنا مسئولية واحد وعشرين ستة والحمد الله مرت بسلام اه الداعين لمليونية تلاتين يتحملوا مسئوليتك ويقولوا من دلوقتي نحن نتحمل المسئولية عن هذا الامر ونحن كفيلون بالحفاظ على سلمية هذه المسئلة على اني وراسي كفاءة خبيطة دكتور خالد في الاعلام هما الاعلام كان كويس لما كانوا مع دكتور مرسي في حملته اجابات سريعة بقى اه لا يعني مفيش مفيش يعني مفيش رأي قاطع في الامر يعني انا اقرب وابعد على حسب المحتوى مش على حسب الشخص ولا البرنامج ولا القناة انا كل امر اقيسه بقياسه لو في حد يعني هول او هوا انا بعترض عليه ولو في حد اجاد وحييه في الصلاة المغطى باستاذ القاهرة وصف بعض الشيوخ المعارضين انهم كفر لا لا انا بقوله المعارض ليس كفرا ولا منافقا ومن قال لذلك هو الموصوم بالكفر لا لا انت عملت كفر لي لا 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 استنى بس هو لا يقصد كده على الاطلاق خلينا اقول لحضرتك هي القاعدة المعارض ليس كافرا ولا منافقا والمستمع مش محتاج ان انا اكد له على هذه الحقيقة صح مش محتاج انت مش محتاج سك تأمين مني انت متأمن واخد بالك انت متأمن بالقانون وبالدستور وبالصورة وبمصريتنا وبطنيتنا وبعلاقاتنا السابقة وبتاريقنا السابق انت مش محتاج في خمس ثواني شيرين بتقولك اذا كان الاخوان يحكمونا طبقا لإسلام لماذا يترقونا الفقراء من زعام لا احنا محتاجين نشتغل في الملف دوت وبنشتغل فيه وربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدم فيه حاجة انا بشكر ضيفي الكريم اللي شرفتنا النهاردة الدكتور خالد حنفي امين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة كنت ديفا قريما معنا واتمنى ان احنا نتواصل بإذن الله في الايام القليلة القادمة ودايما الخير لمصر وانا بحيي الاستاذ محمد علي خير وبحيي نزهته وحياده وعبره الى كل وسائل الاعلام اللي بتتناول الامور بمصداقية وبنزاهة وبحياد وإلى كل المستمعين بتاع كل التقدير والاحترام اشكر حرك دكتور خالد بكرة بناء على طلبكم حتى لو كان ضيف واتفات معاه هقول له بخ بكرة علشان الناس حطين السكينها في جنبي المستمعين وعايزين يتكلموا معايا بكرة خلاص نفتحها معكم كل سالهم طايبين وارب المصر بخير تواصلوه معايا على صفحة البرنامج على الفيسبوك عملتلكم صفحة جديدة اسمها كلام بالمصر لحد الوقت تلات تلاف وخمسمائة لايك بس خير رمضان عنده لايكات اكتر من كده عيب وعايزكوا توقفوا في داري زي ما وقفتوا في داري قدام محطة تسعين تسعين يا رب الخير لمصر سلام عليكم